اشتركوا في القناة على الستيج ويعني منور العالمين ربنا خليك هذير يعني منوره بأهلها أصلا يعني متشكر طبعا عن الكلام التي قلت له والمقدمة الجميلة دي أنا بحس أنهم ليوا مفضل علي أو يعني عموما أي فنان بيحس أن الجمهور هو سبب وجوده أو نجاحه فأنا ليه الشرف طبعا مسيرة طويلة البهاء سلطان من التسعينيات ومن لحد عشرين تلاتة وعشرين وتقلق والألبومات يعني والسنجلز مقصرة الدنيا دلوقتي عجبناكو والسجارة وكل الأغاني الجيدة والدنيا ولعته تصف يعني الأغاني مقصرة الدنيا وترند مع الناس وعمل مشاهدات عالية جدا أو الحمد لله متوفق أنا في الفترة فاتت دي أوي يعني والفضل طبعا اللي ربنا في الأول وآخر بس أستاذ سعيد إمام يعني مهتمة أو روتانة أمام مهتمة إن أنا دايما أكمل وبشكل كويس وبتوفق يعني مع الناس بس مش كل الأغاني طبعا بسمعها أوي اختيارات جميلة جدا والناس متفاعلة مع الأغاني بشكل كبير ومنتظرة الحفل ده كلام أقل من حقك بصراحة إن شاء الله الحفلة يعني تكون نجاح كبير جدا وناس تكون منتظراك بتعاون مع الفنانة كارول سماحة متواجدة وبتغني دلوقتي على المسرح وناس منتظراك بعد الفنانة كارول سماحة هتبتيدي الحفلة بإيه ومحضر إيه في الحفلة؟ ودائما بقى أنا فترة كاب بندخل بغنيت تعالى وبعد كده الأغاني اللي هم سامعينها أو قريبة ليهم يعني بحاولتش أغني حاجات مثلا هم أنا سيناء أو بقالها كتير كده مفيش حاجة بتتنيسة يعني حضرت معاك كذا حفلة أول ما قلت يا ترى الناس كبير وصغير ويمكن أعمار وما كانتش تولدت حتى ساعة يا ترى حفظ الأغاني كلمة كلمة يعني وأنا محظوظ في الحكاية دي في حكاية الأول بيني والناس فاربنا دي وارب المجودين النهاردة يتبسطوا إن شاء الله وإنت جاي شفت مدينة العالمين إيه رأت في المدينة التغييرات والتطورة الجميلة طبعا بس أنا طهت يعني عشان تاني مهارة جي بس فعلا مدينة فعلا للستيج مع الفرقة تجهزة خاصة للحفل لا والفرقة المعادة إحنا صحاب بأنها سنين يعني عاشرة عام فحفظين الأغاني كلها وأنا كل بعمل ممكن أغاني شوية دندن أسمع حاجة حفظها عيدها كده بس طب ما إحنا عايزين دندنة يعني أنا مش عايزة أختم الانتربيو إذا كنت اللي تختم الانتربيو دندن لنا أي حاجة أي حاجة تجي على مالك نختم بصوت بها أكيد أحلى من صوتي طلع في دماغي نروى شواية عدي عليك وتنزل لي أنت فوق دماغي وحقك علي طول خصاب نزلزلني تعالى دماغي مكسرة الدنيا ألف مبروك بوجودة كل مراغين العالمين نستمتعين بوجودة كل ناردة إن شاء الله تكسر الدنيا في الحبر يا رب يا رب ونجاح متقلق أخر حاجة عايزة عارف جديد ما في الله إحنا مخلصين عشر أغنيات في روتانا كل شهر أو شهرين مثلا يعني هتنزل أغنية إن شاء الله وفي الصفقة أكيد هتنزل أغاني في أغنية اللي أستاذ وليد ساعده ووحدة ثانية اللي عايزة شافح دراما ولا أغنية عالية زي دلوقتي عجبناكم أه حاجة زي كده أو الشرق اللي كنت بغني زي من زي إحلي فوق الشكل الإقاعي ده أنت شايف الناس بتحبه جدا منك هو سيد ناس محروس كان عارف إن صوتي في حتة اللي هو اللي بإعايات بطرئيس دي بتنجح معي صوت فريد من نوعه الحقيقة بنشكر سيد مصطفى جامل إنه يعني خلك موجود ومتواجد على الساحة الفنية وما شاء الله أنت بنجاحك وتقلقك دايم خلقت لنفسك مساحة ما بين أكبر الأسامي في مصر وفي الوطن العربي أنا كنت متشرفة باللقاء دا معيك النهار دا الآن دا لقيت شرف وأي رأي فإننا فيها كويس طوان لقيت شرف بي الله خليك أنا كنت موسطة أكتر الله خليك شكرا وكل التوفي في الحفلة يا رب يا رب شكرا